موسيقى مثل ما احنا شايفين في عندي ستة واربعين تقسيم اثنين اول ايش ابدأ احكلكوا اياه في ملاحظة مهمة في خطوات محددة عشان اعمل عملية القسمة هاي الاربع خطوات باي عملية قسمة مهما كانت معقدة اذا انت عرفت هاي الخطوات طبقتها بشكل صحيح فان شاء الله معظم الاشكاليات رح تنحل ففي عنا خطوات اول شي اقسم طب كيف اطبق الخطوة الاولى اقسم خلينا نرجع للمعادلة اللي عندي ستة واربعين تقسيم اثنين اول شي بدأ بالقسمة الخطوة الاولى اقسم ايش اقسم اقسم اول عدد على اليسار انتبهوا ما ابدأ عن اليمين ابدأ بالقسمة عن اليسار اللي هو الاربع فور ببدأ بالقسمة من الاربع اربع تقسيم اثنين اربع تقسيم اثنين كم يساوي اثنين انا الان خلصت الخطوة الاولى قسمت 4 تقسيم 2 يساوي 2 بحط ناتج فوق الخطوة الثانية أضرب إيش أضرب الناتج 2 ضرب المقسوم عليه يعني 2 ضرب 2 طيب 2 ضرب 2 كم يساوي 4 بضع الأربعة أسفل طيب تمام إيش الخطوة الثالثة اطرح بضع خط وبطرح 4 ناقص 4 كم يساوي صفر طيب جميل باجر الخطوة الرابعة أنزل الخانة التالية الخانة التالية اللي هي الستة العدد التالي اللي بعد الاربعة ستة ايش ابعمل فيه بنزله لتحت وبعيد وأكرر الخطوات القسمة كلها اول شيء اقسم ستة تقسيم اثنين يعني رقم ستة كم اثنين موجود فيه طبعا فيه ثلاث الخطوة الثانية اضرب ثلاث ضرب اثنين ثلاث ضرب ايش اثنين ثلاث ضرب اثنين كم يساوي ستة الآن الخطوة البعضيها اطرح ستة ناقص ستة يساوي صفر انزل الخانة التالية فيه خانة تالية ما فيه اعداد ماذا الاعداد اذا احنا هذا بخلينا بقودنا للملاحظة الثانية وهي متى تنتهي عملية القسمة عملية القسمة تنتهي عند عدم تبقي ارقام ليتم انزالها مثل ما احنا شايفين ما فيه ارقام انزلها خلص اذا عملية القسمة انتهت والنتيجة ثلاث وعشرين اذا باختصار ستة واربعين تقسيم اثنين يساوي كم ثلاث وعشرين النتيجة تكون هنا في الاعلى المثال الثاني اصعب بشوي لكن قبل ما ببلش فيه بدي احكي لكم شيء مهم اذا المثال الاول كان في صعوبة بانصحكم ترجعوا بالفيديو كم دقيقة وتحضروا كويس لانه اذا ما فهمت المثال الاول بشكل ممتاز المثال الثاني ممكن يكون اصعب نأتي الى المثال الثاني في عندي تسعمائة وست وثلاثين تقسيم ثلاث مثل ما حكينا في عنا خطوات القسم اذكركم فيها اربع خطوات اول خطوة اقسم باجة على اول رقم على اليسار تسعة تسعة تقسيم ثلاث تسعة تقسيم ثلاث التسعة كم ثلاث فيها ثلاث طيب الان اضرب ثلاث ضرب ثلاث كم يساوي ثلاث ضرب ثلاث الثلاث اذا كررتها ثلاث مرات تعطيني تسعة الخطوة الثالثة اطرح بضع خط وبطرح تسعة ناقص تسعة كم اكيد صفر الان بنزل الخانة التالية انزل الخانة التالية يعني العدد التالي اللي هو إذن ثلاث بنزل الثلاث للأسفل الآن بقسم ثلاث تقسيم ثلاث نفس الخطوات بعيد الخطوات أول بجديد اقسم ثلاث تقسيم ثلاث طبعا واحد الآن اضرب واحد ضر ثلاث ثلاث اطرح بحط خط وبطرح ثلاث ناقص ثلاث أكيد صفر شو بعمل الآن؟ أنزل الخانة التالية في عندي ستة بنزل الستة للأسفل وبعمل مرة ثانية اقسم ستة تقسيم ثلاث كم يساوي أكيد ثنين الآن بدي أضرب ثنين ضرب ثلاث كم يساوي أكيد ستة بدي أطرح الآن طيب نطرح ستة ناقص ستة يساوي صفر أنزل الخانة التالية هل في خانة تالية؟ لا تذكر الملاحظة الثانية لما ما يكون في خانة يتم انزالها إذن انتهت عملية القسمة والناتج كم؟ ثلاث مئة واثنى عشر ثلاث مئة واثنى عشر وست وثلاثين تقسيم ثلاث يساوي ثلاثمائة واثنى عشر إذا هذا المثال كان صعب شوي رجعوا الفيديو كم دقيقة وإحضروا هذا المثال مرة أخرى نأتي إلى المثال الثالث خمسمائة وسبعين تقسيم ستة هذا المثال رح يكون أصعب من المثالين التاليات ننتبه الآن فيهون فكرة جديدة عندي مثل ما تعودنا الآن ما رح أكتب مرة أخر خطوات القسمة لأنها معروفة صارت الآن أول شيء بدي أقسم طيب خمسة أول رقم على الياسار خمسة خمسة تقسيم ستة في مشكلة هون الخمسة أقل من الستة ما تقسم عليها شو الحل بأخذ معها الخانة التالية صار عندي سبعة وخمسين إذا الرقم الواحد الخانة الأولى ما كفت للقسمة بأخذ معها الخانة الثانية صار عندي كم سبعة وخمسين سبعة وخمسين تقسيم ستة طبعا بالنسبة للحفظين جدول الضرب للرقم 6 عارفين أنه 57 تقسيم 6 يساوي 9 طيب إيش بالنسبة للأشخاص اللي مش عارفين جدول الضرب أو الناس اللي عارفين جدول الضرب لكن أحيانا المقسوم عليه بيكون عدد إحنا مش حافظين جدول ضربه يعني مثلا لو كان تقسيم 117 أكيد ما في واحد منه حافظ جدول 117 فإيش الحل سواء مع ال 6 أو 117 أو أكثر أو أقل إذا إحنا مش حافظين جدول الضرب لهذاك الرقم انكرر كيف يعني كرر يعني أنا بدي أكرر رقم 6 بدي أكرره وأزيده حتى أصل لرقم 57 خلينا بحكوا كيف الآن في عندي 6 أكرر ال 6 هيتكرارين 6 زائد 6 تعرفوا 6 زائد 6 كم 12 أوكي أنا قاعد بكرر بال 6 12 لسه ما وصلت 57 رح أزيد كمان 6 الآن 12 هيدا 12 لو ضفت عليها كمان 6 يعني 12 زائد 6 كم المجموع؟ أكيد 18 12 زائد 6 يساوي 18 لاحظة لسه ما وصلت 57 رح أكرر كمان يعني رح أزيد كمان 6 18 زائد 6 كم يساوي؟ 24 طيب زائد كمان 6 يعني 24 زائد 6 كم يعطي؟ 30 30 30 زائد كمان 6 يساوي كم؟ 36 30 هل وصلنا 57؟ لا رح أبقى أكرر حتى أصل 57 أو أتجاوزها طيب نزيد كمان 6 36 زائد 6 42 طيب 42 زائد 6 كم يساوي؟ 48 40 زائد 6 54 لسه ما وصلنا 57 لكن اقتربنا طيب 54 زائد 6 كم تعطيني؟ 60 وصلت الـ 60 أنا تجاوزت 57 لما أوصل الرقم أو أتجاوزه الرقم المقسوم لما أوصله أو أتجاوزه أوقف عن التكرار طبعا بما أني تجاوزت الـ 57 هذا الرقم ما بيلزمني بس أنا استفدت أن هذا الرقم أعطاني تنبيه أنه وقف التكرار طيب يا ترى إيش الفائدة من اللي عملته؟ اللي عملته بيفيدنا كالتري 57 تقسيم 6 يساوي بدنا نعرف نعد الستات يلي استخدمناها أرقام الستة اللي استخدمناها حتى وصلنا لأقرب رقم لـ 57 اللي هو 54 بدنا أعد الستات واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة تذكروا، تسعة، تسعة إذن 57 تقسيم 6 يساوي تسعة أوكي؟ عرفتوا إيش عملنا هاي التكرار؟ ممكن في ناس مش حفظين جدول الضرب فبالتالي بيستخدموا هاي الطريقة سبعة وخمسين تقسيم 6 يساوي تسعة الآن بعد القسمة إيش الخطوة البعديها؟ أضرب تسعة ضرب ستة تسعة ضرب ستة اللي حافظ جدول الضرب بيعرف إنها تسعة ضرب ستة تساوي أربعة وخمسين وإذا ما كنت حافظ جدول الضرب طبعا لازم تحفظه بس إذا ما كنت حافظه نفس الشيء التكرار هون متى وصلنا إحنا أربعة وخمسين؟ لاحظوا واحد، ثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة يعني تسعة ضرب ستة الستة كررتها تسع مرات الناتج أربعة وخمسين يعني تسعة ضرب ستة يساوي أربعة وخمسين عرفين شو بد أساوي؟ بحط خط وبطرح الآن سبعة ناقص أربعة أكيد ثلاث خمسة ناقص خمسة أكيد صفر شو بدي أعمل الآن؟ بنزل الخانة اللي بعدها بنزل الصفر الثلاث تتحول إلى ماذا؟ ثلاثين لاحظوا قبل ما أنزل الخانة الثلاث أقل من الستة ناتج الطرح أقل من المقسوم عليه وهذا بدل أنه شغله صحيح خلي نزل الصفر صار عندي ثلاثين ثلاثين تقسيم خمسة تعرفوا كم؟ إذا حافظوا جدول الضرب راح تعرفوا أنه خمسة وإذا ما كنتوا حافظوا جدول الضرب كرروا الستة لحتى تصل الثلاثين الستة بكررها كم مرة؟ مرة مرتين ثلاث أربعة خمس إذن ثلاثين تقسيم ستة يساوي كم؟ خمسة أعيد ثلاثين تقسيم ستة يساوي خمسة الآن أضرب خمسة ضرب ستة خمسة ضرب ستة تعرفوا كم؟ ثلاثين الآن بدي أطرح ثلاثين ناقص ثلاثين أكيد صفر هل يضل الخانات أنزلها؟ طبعا لا إذن انتهت عملية القسمة إذن خمسمية وسبعين تقسيم ستة يساوي كم؟ يساوي خمسة وتسعين هاي الناتج عندي فوق نجعل مثال الرابع والأخير وهو أصعب لأنه في خلنحكي أربع خانات عندي هون بالألوف ألف وثمانمائة وثمانية تقسيم ثمانية المطلوب أول شيء مثل ما تعودنا إنه أبدأ من أول خانة على اليسار واحد واحد تقسيم ثمانية تذكروا بهذه الحالة شو بنساوي؟ الواحد أقل من الثمانية ما بتقسم بأخذ معها الخانة لجلبها صار عندي ثمنطعش الخانتين مع بعض بأخذهم ثمنطعش تقسيم ثمانية الثمنطعش كم ثمانية فيها؟ ثنين طيب بضرب الآن ثنين ضرب ثمانية ثنين ضرب ثمانية ستعش صح ولا؟ الآن بدي أطرح ثمانية ناقص ستة أكيد ثنين واحد ناقص واحد صفر إذن ثمنطعش ناقص ستة أعش يسوي كم؟ ثنين الآن أيش أعمل؟ بنزل الخانة البعديها بنزل الصفر لهون الثنين صارت عشرين طيب أيش أمطلوب من الآن؟ أقسم عشرين تقسيم ثمانية العشرين كم ثمانية في جوتها؟ ثنين الآن أضرب ثنين ضرب ثمانية يعني الثمانية أكررها مرتين الجواب ستة أعش الآن بحط خط وببلش أطرح صفر ناقص ستة ما بيجوز صح ولا صفر ناقص ستة لا يجوز باستقرض من الثنين الثنين بشطبها باستقرض منها واحد فالاثنين تتعول لواحد لأنه أخدت منها واحد الاثنين تتعول لواحد والواحد اللي أخدته من الثنين بعطيه للصفر فبصير عندي عشرة صح ولا الصفر إذا حطيت عندي واحد صار عندي عشرة استقرست من الثنين واحد صار عندي عشرة الآن الصفر تحول لعشرة الآن بطرح عشرة ناقص ستة أربعة واحد ناقص واحد أكيد صفر الآن شو بعمل الخان البعديها بدي نزلها تحت الثمانية ثمانية وأربعين تقسيم ثمانية ثمانية وأربعين تقسيم ثمانية يلي حافظ جدول الضرب بيعرف أنه الجواب ستة طب لو واحد مش حافظ جدول الضرب نفس الإشي بنعمل تكرار للثمانية حتى نصل إلى الثمان وأربعين ثمانية زائد ثمانية ستعش ستعش زائد ثمانية أربعة وعشرين أربعة وعشرين زائد ثمانية اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين زائد ثمانية أربعين أربعين زائد ثمانية ثمانية وأربعين أنا وصلت للثمانية وأربعين الآن بعد كم ثمانية موجود عندي هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذن 48 تقسيم 8 يساوي 6 48 كم 8 فيها؟ فيها 6 ثمانيات طيب ممتاز الآن بعد هذه الخطوة شو الخطوة التي هي بعد القسمة؟ الضرب 6 ضرب 8 أعيد 6 ضرب 8 كم؟ طبعاً 48 الآن شو دعمل؟ بدي أطرح 48 ناقص 48 أكيد صفر هل في أرقام أنزلها؟ ما ظل شاء؟ إذن انتهت عملية القسمة والجواب كم؟ 226 إذن باختصار 1808 تقسيم 8 يساوي 226 طبعاً في شيء مهم بدي أحكي لكي أنه في هناك عمليات قسمة أصعب من هذه العمليات وأكثر تعقيداً وتحتاج لمعلومات إضافية لكن لأن هذا الفيديو هو عبارة عن مقدمة للدخول في عالم القسمة يعني بحيث اللي عندهم مشكلة في القسمة ما بيعرف يقسموا أنهم يقسموا فالآن أنا اخترت أمثلة يعني غير معقدة المقصود فيها بس هو إدخال الطلاب لعالم القسمة يعرف مبادئ القسمة بعدين ممكن إن شاء الله إذا لقيت تفاعل كويس على هذا الفيديو أني أعمل فيديوهات أخرى لأنواع أصعب من القسمة بإذن الله عز وجل لكن خلوني بالأول أحكي لكو أنه فيه بصندوق الوصف تحت الفيديو ورقة عمل واختبار آلي اختبار آلي يعني اختبار هو بيعطيك العلام مباشرة بعد ما تخلصه هذا الرابط بعد ما تضغط عليه بتأدل امتحان كاملا بعدين تنزل تحت رح تلاقي فيه صندوق أو خلنحكي كبسة تنقر عليها ثم بتوديك لصفحة ثانية تنقر على الكبسة هناك عشان view score عشان تعطيك العلامة العلامة رح تكون من عشرة ياريت إنكم تكتبونا في صندوق في التعليقات كم جبتم من عشرة إذا شايفين إنه هذا الفيديو مفيد إلكو ممكن يكون مفيد للثانية ياريت تدعم القناة كيف ممكن تدعم القناة؟ اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تعملوا إعجاب بالفيديو وتشاركوا الفيديو مع ناس ثانين إذا حبيتوا تشجعونا بتعليق بسيط كلمة كلمتين ياريت وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وآخر شيء بحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم إن شاء الله في الاختبار الآلي الرابط أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر